لم تأتي تلميحات مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت حول أوضاع العراق الحالية والمستقبلية من فراغ سيما بعد التواترات الأخيرة والهجمات المستمرة التي تشن خارجيا من قبل إيران على إقليم كردستان أو الداخلية التي تقوم بها مجامع مسلحة خارج إطار الدولة ضد قوات التحالف الدولي في العراق بلاسخارت دعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتحذيرها من الأوضاع أمر قد يعيد العراق إلى طائلة البند السابع كما يشير مراقبون فعليه هذا التصريح معناها أنه سوف تقدم إحاطة لمجلس الأمين بموجب مهماته وهذه الإحاطة قد تفضي إلى مناقشات في داخل المجلس الأمين وقد يتخذ مجلس الأمين جملة من التدابير والإجراءات تعيد العراق إلى ما كان عليه قبل عام 2003 المواطن العراقي المتضرر الأكبر من الإضطرابات الأمنية والصراعات والتدخلات الخارجية فضلا عن المخاطر التي تواجه قوات التحالف والشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب ما يعيق حركة الاقتصاد والوضع بشكل عام النظرات العالم للعراقية نظرة سلبية لأن العراق الآن يعيش في دوامة الفوضى والاختلاف ولا توجد هناك أي رؤية حقيقية لدى الحكومة العراقية من أجل بناء وطن آمن ومستقر من الصعب توقع ما سيحدث وصف لأحد المتابعين في الشأن العراقي من خلال تفسيره للأحداث التي يقول عنها إنه وضع مرتبك واضطراب سياسي بدأ بعد عام 2003 ولم ينتهي حتى هذه اللحظة مع تلميحات بلاسخارت حول أوضاع العراق الحالية والمستقبلية يبرز تساؤل المراقبين حول مدى قدرة المجتمع الدولي من انتشال العراق من فوهة البركان التي تقول بلاسخارت إنه قد ينفجر في أي لحظة يوسف المندلاوي زاق روز الفضائية أربي ترجمة نانسي قنقر